التوتر العالي على جانبي الخط الأزرق دفع بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لزيارة لبنان قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة واقتصرت لقاءتها الرسمية على رئيسي الحكومة ومجلس النواب وفي مؤتمرها الصحفي في قصر الصنوبر شددت المسؤولة الفرنسية على مسألتين أساسيتين الخوف من اشتعال المنطقة وضرورة تطبيق القرار 1701 مستوى التوتر حاليا على جانبي الخط الأزرق خطيرا جدا وقيادة أو قائد الونيفيل الذي اتقيت به بعد ظهري اليوم أكدا لذلك وأيضا العسكريين الفرنسيين في الكوة الفرنسية المنتشرة في الجنوب التي أحيي العمل الذي تقوم به وقلت أيضا بوضوح للقادة اللبنانيين الذين اتقيت بهم اليوم وقلت هذا للذين في لبنان قد يخطئون في حساباتهم أنه لو غرق لبنان في الحرب فلم يتعافى تالى أيضا التي أحملها موجهة لأولئك الذين في لبنان قد يعتقدون أنه يمكن أن يحقق أرباحا من الوضع المأساوي والكارثي في غزة وإيران وكل تابعينا لها هنا وفي البحر الأحمر لأينا أعمال الحسيين التي زادت في البحر الأحمر وهذا يؤدي إلى زيادة حدة التوتر وهذا أيضا خطأ ورحبت كلنا بقرار التمديد لقائد الجيش طبعا إن تمديد ولاية قائد الجيش خبر جيد ونحن نحلي هذا القرار والوقت كان حقا كان الوقت المناسب لهذا التمديد ولكن هذا لا يكفي وفي هذه المرحلة المتوترة يجب الاستمرار بالتحلي بروح المسؤولية لم أتكلم مع حزب الله ولكني تكلمت مع السلطات اللبنانية في هذه الزيارة ورجعنا نداء من جميع لتطبيق القرار 1701 ونحن بعدين عن ذلك ونحن ننتظر تطبيق مشروع تطبيق القرار هذا أخرى نحن هنا للمساهمة تفادي اشتعال الوضع الإقليمي ونحن نعمل لهذا الغرض منذ عدة أساديعة وردا على سؤال الجديد حول استعداد إسرائيل لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة قالت إن القرار كان مقبولا في السابق من الطرفين المبادئ مقبولة من الجميع في الماضي يجب على كل طرف تطبيقها لأن الطرفين لا يحترمان القرار ما نفعله اليوم هو إقناع كل طرف اليوم وزيرة الخارجية الفرنسية التي أنهت مؤتمرها الصحفي بدردشة مصورة مع الإعلاميين ردت على سؤال حول دعم فرنسا لسليمان فرنجي ممازحة بأنها لا تعرف هذا الاسم بإشارة قد تكون ضمنية إلى سياسة حيات فرنسا وعدم التدخل في الأسماء الرئاسية وكانت كولونا قد استهلت جولتها بلقاء رئيس مجلس النواب نبيهبر في عين التيني حيث أثنت بحسب معلومات الجديد على التنديد لقائد الجيش والبحث في إمكانية تحريك الملفات السياسية الأخرى وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وكررت موقف بلادها الداعي إلى تجنيب المنطقة أي صراع كولونا التقد في السراع الكبير رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي الذي شدد على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته أما وزيرة الخارجية الفرنسية فأكدت أنه من الضروري خفض التصيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لإيجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب وفي قصر الصنوبر التقد كولونا القائد العام لقوات اليونيفل فيليب لازارو وممثلين على القوات الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفل واستمعت منهم إلى شروحات ميدانية حول التطورات في الجنوب ريم حمدان قناة الجديد